عنده شخصيات في الكاريكاتور بتاعه مقيس وليلة، قهوة النشاط، الفهامة، دارش شخصيات ارتبطت بيها الناس وشبهنا قوي دي اهمية او ايه اهميتها بالنسبة للكاريكاتور بشكل عام وبالنسبة او بتقول ايه عن فكر صلاح جهين نفسه كرسان بص حليك هي الشخصية في الكاريكاتور يعني لازم يبقى فيه ظروف تستدعيها يعني محدش فجأة في الظروف عادية يقول انا هعمل شخصية كذا لا فيه ظروف بتبقى موجودة فالظروف ديه اللي بتخلق الشخصية هو الفنان بيترجم ده ويبدأ يعبر عنه الفكرة في شخصيات صلاح جهين حاجة جميلة جدا اولا انها كان بيستخدمها هي شخصيات مستدعاة من التاريخ معظمها علشان يستخدمها يعبر بيها عن حاجات بتحصل في التوقيت اللي هو فيه بمعنى ايه يعني مثلا لما يعمل شخصية زي عنطر ابن شداد كويس عنطر وعبلة اه فهو هنا مش عايز يتكلم على عنطر وعبلة يعني الشخصيات اللي احنا عرفها هو عايز يتكلم يعمل اسقاطات على فكرة استخدام القوة الغاشمة وده كان في التوقيت ده اللي هو فترة الخمسينات اه كان سياسيا كان يعني موجود قوي يعني فكرة انه يبقى فيه قوة عظمة مثلا زي في الوقت ده بريطانيا وفرنسا بعد كده امريكا وروسيا والقوة دي تقدر تستخدم القوة الغاشمة فهو عايز يعمل اسقاط على فكرة انه القوة الغاشمة دي هتوديك فين يعني القوة الغاشمة في عنطر وعبلة بس عشان يقربها للناس والناس تتبعها وتحس بيها فهو بيلعبها بالشكل ده حريك ايسي على ده بقى قس وليلة هو بيتكلم على العلاقات العاطفية يعني المجتمع بيتغير اجتماعيا وبتنشأ علاقات عاطفية وعلاقات اجتماعية بشكل معين هو عايز يعبر عنها اشتركوا في القناة